الحمد لله رب العالمين القائل ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين والصلاة والسلام على أفضل داع إلى التوحيد سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فلا يخفى أن علم التوحيد هو أفضل العلوم على الإطلاق علم التوحيد هو أفضل العلوم على الإطلاق إذ هو الذي من أجله بعث الله الرسل من أجله من أجل التوحيد من أجل علم التوحيد بعث الله الرسل وأنزل الكتب وأنه خلاصة دعوة الأنبياء وزبدت رسالة المرسلين هذا وقد كنت كتبت فيما سلف رسالة وجيزة وسميتها تطهير الجنان عن درك الشرك والكفران تطهير الجنان عن درن الشرك والكفران وهي على صغر حجمها قد حوت أنواع التوحيد الثلاث وبرهنت بالأدلة النقلية والعقلية على تأييد محتوياتها على تأييد محتوياتها كما احتوت على دحض الشبهات التي يوردها المهتدعون وقد طبعت ولله الحمد مرات عديدة في قطر وفي الكويت وفي مصر وحصل عليها وحصل عليها ولله الحمد إقبال من القرى ولما نفدت الطبعات السابقة راغب فضيلة الشيخ عبد الله الأنصاري في إعادة طبعا وهو طبعا من أكبر الدعاء إلى دين الله وإرشاد الناس إلى الطريق المستقيم وقد كثب جهوده جزاه الله خيرا على نشر العلم بمختلف طرقه من إرشاد ووعظ وتأليف ونشر الكتب العلمية من مختلف العلوم وتوزيعها على المستحقين وإرسالها إلى كثير من الأمصار لأهل العلم والكلية والجامعات والمدارس فله في هذا المجال الباع الطويل ويرجع الفضل أولا لله سبحانه وتعالى ثم إلى سمو أمير البلاد حفظه الله الشيخ خليفة ابن حمد آل ثاني فإنه يبذل في هذا السبيل الأموال الطائلة فوافقت على هذا المرام لنفع القاص والعلم راجيا المثوب من رب العالمين في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وما زدت فيها على الطبعات السابقة إلا في موضعي الأول نواقذ الإسلام بعد أن ذكرت شروط لا إله إلا الله الثاني تعليق على حياة الأنبياء والشهداء وتفنيت شبه المحتجين على سماع الأموات وتصرفاتهم بعد الممات والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعي المؤلف أحمد بن بن حجر بوطامي آل بن علي قادر محكمة الشرعية الأولى بدولة قطع بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هاديه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدتاتها فإن كل محدتة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإنه لما كان التوحيد من أشرف العلوم وأهمها وأنه أصل رسالات الأنبياء جميعهم فما من نبي ولا رسول إلا دعا قومه إلى توحيد الله عز وجل وحذرهم من الشرك وبيّن لهم مغبة الشرك الوخيمة فما من نبي ولا رسول إلا دعا قومه إلى توحيد الله عز وجل وحذرهم من الشرك وبيّن لهم مغبة الشرك الوخيمة وكان أول ما دعا إليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم قومه هو التوحيد الخاص وأنه لا إله إلا الله وترك عبادة الأصنا ليخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ليخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعاتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام واستمرارا على لهج الأنبياء من الدعوة إلى التوحيد الخالص فقد رأينا أن نطبع هذا الكتاب المبارك الذي حرث فيه المؤلف على بيان التوحيد الذي يجب على كل مسلم أن يتعلمه ويعتقده وتعرض كذلك لمظاهر الشركة التي تفشت بين المسلمين حتى صارت إلفاً مألوفة بين كثير من الناس فحذرهم وبين لهم سوء عاقبتهم إنهم يستمروا على التمسك بالأفعال الشركة التي تتعارض مع نقاء التوحيد وصفاء العقيدة وقد عزونا الآيات والأحاديث الواردة في الرسالة إلى مصادرها مستفيدين بالطبعات المحققة من قبل فجزى الله أصحى بها خيراً وميزنا عملنا في هذا الكتاب بالإشارة إليه بالأحرف الأبجدية هذا ونسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفع به عموم المسلمين وأن يأخذ بيض المسلمين إلى رودة التوحيد الذي دعت إليه جميع الأنبياء وأن يجعلوا في ميزان حسناتنا يوم لا ينفع مال المنابلون إلا من أتى الله في قلب سليم وآخر دعواناً الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أمرنا بالعبادة وبطاعته وطاعة رسوله ووعدنا بالكسنة مع الزيادة والصلاة والسلام على سيدنا محمد البالغ منتهى الشرف والسيادة وعلى آله وأصحابه الذين منحهم الله العزة والسعادة أما بعد فلا زال الإسلام منذ أن طلع فجره محارباً حورباً من قريش وسائر مشركي العرب ومن اليهود ومن اليهود والفرس والروم والتتر والصليبيين وكتب الله النصر المؤذر للإسلام والمسلمين وأذل الله المشركين والكافرين ولكن الأعداء وإن خدرهم الله ما فتأوا يحيكون المؤامرات والدسائس ويبثون دعاياتهم الضالة ضد الإسلام والمسلمين فتعددت مقالاتهم وتنوعت مذاهبهم وانتسب كثير منهم إلى الإسلام لأجل أن تروج أقائدهم وانتسب كثيراً منهم إلى الإسلام لأجل أن تروج أقائدهم ويتم لهم القضاء على الإسلام لا سمح الله ومن أشدها فتكاً وأخبثها دعايا أكثرها رواجاً دعاية المخرفين والقبوريين والصوفية المبطلين الذين لم يتدخروا وسعاً في نشر البدع والضللات باسم الدين والدين منها بريء كما دعوا إلى عبادة القبور وحسنوها للجماهير بشتى الأساليب من بناء القباب الشاهقة عليهم وتزويقها ووضع السطور النفيسة عليها لجذب الناظرين والزائرين إليها هو أن تكون تلك القباب محل الدهشة والإعجاب وجعلوا السدنة حولها ليطوفوا بالزائرين حول الضريح ويعلموهم كيف يدعون الأولياء وينزلون بهم حاجاتهم ومن اختراح حكايات ثميقة عن القبور وكرامات مختلفة لا تمت إلى الصحة بنصيب ومن إنشاء قصائد تطفح بالاستغاثات والنداءات التي لا تصلح إلا لخالق الأرض والسماوات ومن تأليف كتب تدعو إلى عبادة الأنبياء والصالحين سبكت في قارب حب الأنبياء والأولياء وأنهم الشفعاء لنا عند الله والواسط بيننا وبينه تعالى ويعززون كلامهم بحكايات عن الصالحين ليس لا حظ من الصدق وبأحاديث موضوعة كحديث لو اعتقدتم بحجر لنفعكم وبأقيسة فاسدة وبما لا يدل على مطلبهم من آية أو حديث صحيح كما سترى في هذه الرسالة وعم هذا الداء الوبيل سار الأقطار الإسلامية ولم يسلم منه إلا القليل من عباد الله الصالحين والعلماء العاملين الذين عرفوا التوحيد الذي جاء به الأنبياء والمرسلون وبعض الأقطار وصوفي مبطلون وهم الذين يخالفون الكتاب والسنة ويتعدون حدودهما ويأتون بعقائد ما أنزل الله بي من سلطان وبأعمال مخترعة يبرأ الكتاب والسنة المطهرة منها كاعتقادهم بوحدة الوجود واختراعهم أذكرا واحتفالات يمتزج فيها الذكر بالرقص واختلط فيها الرجال والنساء وتدق فيها الطبول وتنشر فيها الأعلام ويأتون بمخاريق كضرب عنفسهم بالسكين والخنجر وأكل النار اللهم اهد عبادك إلى صراتك الصرات المستقيم قال الحافظ ابن القيم في المنار المنيف الصحيح والضعيف هو من وضع المشركين عبد الأوثان هذا الحديث صريح في الوتني المحضة ينادى على قائله بأنه من أشد عدى الإسلام ومن الدعاء إلى عبادة الأهجار والأوثان والأصنام فكيف أروج مثل هذا الحديث على أناس يزعمون أنه من العلماء جزى الله المؤلف خيرا عن حسن نيته فأشار إلى أن من الزهد الأوال الذين سموهم نصفية من كانوا محقين حيث كان الزهد حيث كان الزهد أو التصوف منهجا لتربيت النفس وتصفيتها من الشواب التي تعكر النقاء الإيمان في قلبهم أما وقد تحول التصوف في هذه الأمة إلى وسيلة من وسائل الشرك بالله عز وجل تماما كما حدث لقوم نوع حيث دفعهم وحبهم للصالح منهم إلى إقامة تماثيل لهم ثم عبدت هذه التماثيل بعد ذلك وكذلك التصوف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أصبح ذريعا للشرك بالله عز وجل واختلط الحابل بالنابل عند عوام الناس ولا فرق بين من كان على حق ومن كان على باطل فكلهم على زعمهم أناس صالحون يستحقون المودة والقربة وهم أهل للتوسل بهم والنذر لهم وشد الرحل إلى قبورهم ودعائهم من دون الله إلى آخر ما يفعلهم مشرك هذا الزمان الذين زين لهم الشيطان أعمالهم فجعلهم ليتنكبون الطريق فأصبح الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا الله عز وجل بحبه واتباعه والاقتداب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان أرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أصبح في نظرهم غير كاف ولا شاف وأخذ الشيطان بعيدهم إلى الأقطاب والأوتاد والشيوط من المتصوح فهم الذين يقتدي بهم ويعضوا على طريقتهم بالنواجز أليس هم القائلين من اعترد على شيخه أو أبدأ رأيا في سلوك شيخه فهذا ليس بمتأدب مع شيخه ويجب أن يطرد ويحرم من فيض إنعام الشيخ وأليس هم القائلين المريد بين يدي شيخه كالميت كالميت بين يدي مغسله سبحان الله لو أن هذه الطاعة العمياء كانت لله ولرسوله أقسم بالله غير حانه لأدخلتهم الجنة من أي أبوابها شاء ولكن الشيطان جعل الطاعة والولاء للأقطاب والأوتاد والشيوط في الآخر الإسلامية كالمملكة العربية السعودية بفضل دعوة علمائها المخلصين وملوكا المهتدين فنتج من جراء تلك الدعايات الضالة المضللة التي قام بها ونشط لها المبشرون بالضلال وعباد غير ذي الجلال أن انخدع بها الأكثرون وانصرفوا عن توحيد الإله العظيم خالق الأنام وتحمسوا لها وأخذوا يتقربون إلى قبر الأمياء الصالحين وتجاوز الأمر حتى تقربوا إلى الأشجار والغيران المنسوبة إليهم بأنواع النذور ودعائهم لكشف ذر نزل بهم أو طلب ولد أو رزق أو وظيف أو مطر مما ليس في قدرة أحد إلا رب العالمين وطافوا بقبورهم كما يطاف بالكعبة المعظمة وشدوا الرحال إليهم من الأماكن الشاسعة بقصد الحجر تلك المزارات فهل يسوق لنا بعدما فعل فعل التصوف أمة محمد ما فعل أن نقسم التصوف إلى تصوف حق وتصوف بضل وهل المتصوف الذين هم على حق ودعك من الذين هم على باطل يجوز التوسل بهم وإقامة الموالد لهم وشد الحال إليهم والنذر لهم فإن كانت الإجابة بالنسبة ليس من الأفضل أن نسميهم الزهاد من أهل السنة هل نخرجهم من دائرة التقديس والتعظيم عند عام الناس وإن كانت الإجابة على السؤال بالإجاب أي بنعم يجوز التوسل بهم إلى خلف أنت مشرك والله يقول لإن أشركت لن أحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين البدعية وأوقفوا الأموال الطائلة على تلك الأضرحة المقدسة عندهم حتى أنه قد تجتمع في خزان بعض المقبورين أموال تعدم الملايين ورحم الله شاعر النيل حفظ إبراهيم حيث قال أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف ترزق الأموات من لي يحض النائمين بحفرة قامت على أعتابها الصلوات يسعى الأنام لها ويجرى حولها بحر النذور وتقرأ وتقرأ ويقال هذا الباب باب المصطفى ووسيلة تقضى بها الحاجات وإنك لا تجد الزحام حول تلك القبر واختلات الرجال بالنساء وبكاء الكثيرين وصراخهم وعويلهم ودوية أدعيتهم كما تجد كثيرا من مداء العلم ومروج الضلال يحسنون لهم تلك الأعمال ويحضونهم على تلك المنكرات من أجل الليل الحطام ويأتي أوليك الجهال هذه الشركية والبدع والضلال باعتقد أنها من صميم الدين وأنها تقربهم إلى الله رب العالمين لكونهم مخذوعين بالدعايات أدعياء العلم ورؤساء الضلال وسنة الضرائح والويل كل الويل من أنكر عليهم وأفادهم أن هذه الأعمال ليست من الدين بشيء بل تنفيه والدين منها بريء وأن الواجب عليكم أن تفردوا ربكم بهذه العبادات التي يتقربون بها إلى هؤلاء الأموات الذين لا يملكون لأنفسهم نفع ولا ضر ولا حات ولا موت فضلا عن غيرهم والعلماء إزاء هذه البدع والشركية أصناف ثلاثة صنف يؤيد تلك البدع والخزعبلات يدعي إليها وقد يكتب وأنشر في تأييد مذهبه لا سيما إذا كانت له مصلحة مادية وصنف يعرف الحق وأن ما عليه جمهور الناس باطل وضلال لكنه يساير العم وإشباههم إما رجاء وإما رهبة أو جبنا وصنف ينكر ذلك ويدعو الناس لترك تلك المحدثات ويرشدهم إلى التوحيد والتمثل بالسنة المطهرة وهؤلاء قانون بالنسبة لذلك الصنفين ثاني صنف يؤيد تلك البدع والخزعبلات يدعي إليها وقد يكتب وينشر في تأييد مذهبه لا سيما إذا كانت له مصلحة مادية وصنف يعرف الحق وأن ما عليه جمهور الناس باطل وضلال لكنه يساير العم وإشباههم إما رجاء وإما رهبة أو جبنا وصنف ينكر ذلك ويدعو الناس لترك تلك المحدثات ويرشدهم إلى التوحيد والتمثل بالسنة المطهرة وهؤلاء قليلون بالنسبة لهؤلاء الصنفين وبالرغم من كثرة المولفات في هذا العصر من الممالك العربية وغيرها وتنور أدهان الكثيرين لكنهم لم يهتموا بعلم التوحيد لا سيما توحيد الالوهية وقد يذكر بعضهم في ثناء كتابه سطرا أو سطورا يستهجن هذه الأمال ويقول ويقول ليست من الإسلام في شيء ولكن هذا غير كاف ولذا رأيت أن الحاجة ماسة في وضع رسالة في بان أقسام التوحيد وبسط الكلام على توحيد الالوهية معززا بالأدلة من القرآن الكريم وحديث الرسول العظيم الصحيحة أو الحسنة ودفع الشبه المبتدع لعل الله ينفع بها عبادة ولكن لكثرة الشواغل لم يقل عزم حتى شرفنا الشيخ عبد الحميد البكري السيلاني الدعية لتوحيد الله وإفراده بالعبادة والتمثل بسلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين والمحارب للبدع والمهدثات في دين الإسلام وقد ذكر لنا الأخذ بمذكور أنه يلاقي كثيرا من العناء والنص والنصب في سلام من الذين يدعوهم إلى نبذ الخرفات والبدع وعبادة غير الله وطلب مني أن أسجل له كلمة في التوحيد فسجلت له بالمسجل الذي معه فلما انتهيت من الإلقاء قال شرق عبد الحميد يعني يحسن أن تكتب هذا الذي ألقيته ليكون كرسالة ثم تطبعها وتنشرها وعلي بحول الله مقودة أن أترجمها إلى اللغة السيلانية والمنيبارية وقد ترجمها إلى اللغة المنيبارية أخونا الفضل محمد سليم ميران المنيباري وطبعت فأجبته إلى ذلك رجاء الثاب من الملك العلام والنفع لسير الأنام فكذبت الموضوع وراجعته وهذبته وزدت عليه بعض الفوائد وعلقت عليه تعليق مجزة وأصبح رسالة مفيدة حاوي إلى أقسام التوحيد معيدة بالعديلة من القرآن والسنة والأحادث النبوية ودفع الشبهة البدعية وسميتها تطهير الجنان والعركان عن درك الشرك والكفرة أصل الله عظم أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم ومجباً للنفذ بجنة النعيم وصل الله على سيدنا محمد وعلياً وصحبه والتابع أن يجعل عملنا كله صالحاً بوجهه خالصاً وأن يرزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيماً اللهم اجعل عملنا كله صالحاً لوجهك خالصاً يا رب العالمين اللهم اوفقنا لما تحبه وترضى اللهم اوفقنا لما تحبه وترضى اللهم اجعلنا من المخلصين المخلصين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من المخلصين المخلصين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه المعين أما بعد فقد قال الله تعالى وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوا أي لآمرهم أن يعبدوني ويفردوني بالعباء وهذا هو التوحيد الذي جاءت به الرسل عليه الصلاة والسلام من عهد نوح إلى عهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أقسام التوحيد ينقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات يعني توحيد الربوبية هو اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى خالق العباد ورازقهم محييهم ومميتهم أو نقول افراد الله بأفعاله مثل اعتقاد أنه خالق ورازق وهذا قد أقر به المشركون السالفون وجمع أهل الملل من اليهود والنصرى والصابئين والمجوس ولم ينكر هذا التوحيد إلا الدهرية فيما سلف والشيوعية في زماننا الدليل على توحيد الربوبية يقال لهؤلاء الجهلاء المنكرين للرب الكريم إنه لا يقبل ذو عقل أن يكون آثر بلا مؤثر أنه لا يقبل ذو عقل أن يكون آثر بلا مؤثر وفعل بلا فاعل وخلق بلا خالق ومما لا خلاف فيه أنك إذا رأيت إبرة أيقنت أن لها صانعا الله أكبر ثاني الظليل على توحيد الربوبية يقال لهؤلاء الجهلاء المنكرين للرب الكريم أنه لا يقبل ذو عقل أن يكون آثر بلا مؤثر وفعل بلا فاعل وخلق بلا خالق ومما لا خلاف فيه أنك إذا رأيت إبرة أيقنت أن لها صانعا أيقنت أن لها صانعا فكيف بهذا الكون العظيم الذي يبهر العقوب ويحير الألباب قد وجد بلا موجد ونظم بلا منظم وكأن كل ما فيه من نجوم وغيوم وبروق ورعود وقفار وبحار وليل ونهار وظلمات وأنوار وأتجار وأزهار وجن وإنس وملك وحيوان إلى أنواع لا يحصيها العد ولا يأتي عليها الحصر قد وجدت بلا موجود يخرجها من العدم اللهم لا يقول هذا من كان عنده مسك من العقل أو ذر من فهم وبالجملة فالبراهين على ربوبيته لا يأتي عليها العد وصدق الله إذ قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون يا سبحان تعليق وهم بداية لم يخلقوا من غير شيء وطبعا لم يخلقوا أنفسهم ولم يدع أحد منهم ولا ممن قبلهم وبعدهم أنه خالق سماوات الأرض فمن الخالق إذن وليس لهذا السؤال إلا جواب واحد لا يملك الإنسان إذا ترك نفسه إلا أن يجيب كإجابة المشركين كما أخبر الله عنهم في كتابه المجيد ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن خلقهن العزيز العليم أما الدهريون والشيوعيون ومن تلطخ بأرجاس تعاليمهم فإنهم يعتقدون أن وجود الإنسان والكون وما فيه جاء من الطبيعة فهي الخالق مع العلم أن الطبيعة التي يؤلهونها هي هذه المخلوقات بما أودع الله فيها من خصائص وصفات كالماء والأرض والشمس والكواكب والبحار والأشجار إلى خير فالطبيعة كما ترى لا حياة لها ولا علم ولا سمع ولا بصر ولا قدرة ولا إرادة ولا عقل فكيف أجتب إنسان هو المتصب بهذه الصفات وهل يعقل أن تهب الطبيعة هذه الصفات للإنسان التي يفضل تلك الصفات غاص أعماق البحار وغزى القضاء والكواكب والحال أنها مجردة من كل تلك الصفات ومن المسلم عقلا أن فاقد الشيء لا يعطيه فهؤلاء من ثقافاتهم وجهلهم وعنادهم لأهل الأديان جحدوا ربوبية خلق الكائنات المتصب بكل صفات الكمال والمنزع عن كل نقص وذهبوا إلى خالقية الطبيعة الصماء التي لا تحس ولا تعقل وأعتقد أن هؤلاء كريم للخالق لا يتجاوز اللسان وأعتقد أن هؤلاء كريم للخالق لا يتجاوز اللسان ولكن عنادا لأهل الأديان وليتسنى لهم لاستعباد الشعوب وسلب الإيمان منهم والأموال ببث هذا الكفر الصريح والإباحية الفاضحة والشعيعية في الأموال والأعراض ومما يوضح بطلان معتقدهم ورأيهم أن يقال إن الطبيعة قد سخرت للإنسان سخرت للإنسان فأصبح سيدا على ما في الأرض يبني ويهدي ما تسرب بأجزائها كيف شاء وهي لا تقاوم سيطرته ولا تتمرد عليه ولا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا فكيف تكون خالقة فأدنى صنع من البشر الذي يصنع الإبرة وقوله الله خالق كل شيء هو على كل شيء وكيل الدليل على إقرار المشركين بتوحيد الربوبية الدليل على إقرار المشركين بتوحيد الربوبية قال الله تعالى وَلَإِنْسَلْتَوْمَنَ خَلَقْ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُونَ اللَّهِ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بِالْأَكْثَرُمْ لَا يَعْلَمُونَ وقوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفهم قوله تعالى وَلَإِنْسَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمِ الحقيرة فضلا عن الأشياء العظيمة لابد أن يتصف بالحياة قبل كل شيء ثم بالعقل والعلم والقدر والإرادة حتى يتسنى له صنع ما يريده فلو حاول جاهل مع اتصافه بالحياة والعقل والإرادة أن يصنع شيئا لما استطاع لكون غير عالم فكفى بالطبيعة التي ليس لها من تلك الصفات شيء وصدق الله العظيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبق عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجدل في الله غير علم ولا هدى ولا كتاب منير على أن الشرك مخوذ من الشركة يفيد إقرارهم بالربوبية إلا أنهم يجعلون معه شريكا في العبادة كشريكين في شيء مثل مع أنهم ما كانوا يساوون آلهتهم بالله في كل شيء بل في المحبة والخضع لا في الخلق والإيجاد والنفع والضر اللهم جعل عملنا كله صالحا لوجهك خالصا يا رب العالمين اللهم جعل عملنا كله صالحا لوجهك خالصا يا رب العالمين اللهم وثقنا لما تحبه وترضى اللهم وثقنا لما تحبه وترضى اللهم ارضى عننا يا رب العالم في الدنيا والآخر اللهم لا تتوفنا إلا وأن تراضي عنه أيها الأحبة في الله توحيد الربوبية لا يدخل الإنسان في دين الإسلام لتعلم أيها القرية الكريم أن هذا التوحيد لا يدخل الإنسان في دين الإسلام ولا يعصم دمه وماله ولا ينجيه في الآخرة من النار إلا إذا أتى معه بتوحيد الألوهية إلا إذا أتى معه بتوحيد الألوهية وهذا موضوعنا في اللقاء القادم إن شاء الله نقدر الله لنا اللقاء والبقاء وجزاكم الله وخنفكم استماعكم اللهم اجعل عملنا كله صالحا لوجهك خالصا يا رب العالمين اللهم اجعل عملنا كله صالحا لوجهك خالصا يا رب العالمين اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا رب يا رب اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم أعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل يا رب اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد ونعوذ بك من شر مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد اللهم قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته رشدا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييثنا واجعله الوارثة منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسر ونعوذ بك من الجبن والبخر ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من الهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والشرك والكفر اللهم إنا نعوذ بك من السمعة والرياء اللهم إنا نعوذ بك من البرس والجنون والجذام ومن سيئ الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك يا رب يا رب اللهم فريش همومنا واغفر ذنوبنا واشرح صدورنا وطهر قلوبنا وارزقنا حسن الخاتمة بعد طول العمر وحسن العمل اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راضٍ عنا يا رب العالمين اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راضٍ عنا يا رب العالمين اللهم اجعل عملنا كله صالحا لوجهك خالصا اللهم اجعل عملنا كله صالحا لوجهك خالصا يا رب العالمين اللهم اجعل عملنا كله صالحا لوجهك خالصا يا رب العالمين اللهم اجعل عملنا كله صالحا لوجهك خالصا يا رب العالمين اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم اصطرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم اصطرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم اصطرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين اللهم اصطرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم إنا نسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت ولزة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم جعل عملنا كله صالحا لوجهك خالصا يا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسل أيها الأحبة في الله كنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي على أو عن توحيد الربوبية واليوم سنتكلم إن شاء الله عن توحيد الألوهية توحيد الألوهية ويقال له توحيد العبادة توحيد العبادة وهو إفراد الله بالعبادة لأنه المستحق لأن يُعبد لا سوى مهما سمت درجته وعلت منزلته وهو التوحيد الذي جاءت به الرسل إلى أممهم لأن الرسل عليهم السلام جاءوا بتقرير توحيد الربوبية جاءوا بتقرير توحيد الربوبية الذي كانت أممهم تعتقده ودعوتهم إلى توحيد الألوهية كما أخبر الله عنهم في كتابه المشيد قال الله مخبرا عنه عليه السلام وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٌ وقال عن هود وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهِ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرٌ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهِ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرٌ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ وقال عن الصالح وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم قال يا قوم اعبدوا الله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وقال الله عن سعيب وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وقال الله مخبرا عن موسى عليه السلام في محاجته مع فرعون قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما وما بينهما إن كنتم موقنين وقال الله مخبرا عن موسى وقال الله مخبرا عن موسى أنه قال لبني إسرائيل قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وقال عن عيسى إن الله ربي وربكم فاعبدوه فاعبدوه هذا صراط مستقيم وأمر الله نبيه محمدا أن يقول لأهل الكتاب قل يا أهل الكتاب تعالوا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله وقال الله تعالى مناديا جميع البشر يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الناس يا أيها الناس اعبدوا ربكم اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وبالجملة فالرسل كلهم بوعثوا لتوحيد الالوهية ودعوة القوم إلى إفراد الله بالعبادة واجتناب عبادة الطواغيت والأصناع كما قال الله ولقد بأثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاووت والطاووت مشتق من الطغيان وهو مجاورة الحد وهو مجاورة الحد ويطلق على الشيطان والكهان وكل ما أبد بدون الله وقد حده العلم بن القيم حدا جامعا فقال أطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسله وأن يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصر من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه ضاعة لله وقد ذكر الله في عدة يات من القرآن أن الحكم لله وأن مرد النزاع إلى الله ورسوله وقال الله تعالى إن الحكم إلا لله وقال ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون وقال فلا وربك لا يمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال فإن تنزعت في شيء فردوه فردوه إلى الله ورسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل وقال ومن لم يحكم بما أنزر الله فأولئك هم الكافرون وآية اليوم ومن لم يحكم بما أنزر الله فأولئك هم الفاسقون فقد زمان يدعو لكل رسول لقومه فكان أول ما يقرأ أسماء قومه يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره لابد لها من رقنين أساسين الأول نهاية الخضوع والذل والثاني غاية المحب قال الشيخ الإسلام رحمه الله بعد أن فسر العبادة بمعنى الدل ما نصه لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الدل ومعنى الحق فهي تتضمن غاية الدل ليت تعالى بغاية المحبة له قال ومن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابدا له ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء وأن الله أعظم عنده من كل شيء بل لا يستحق المحبة والخضوع التام إلا الله وفي الشرع معنى العبادة كما قال الشيخ الإسلام هي طاعة الله بامتسال ما أمر الله به على السنة الرسل وقال أيضا العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأعمال والأقول والفعل والطاهرة والفاطنة فعلى مسلم أن يفرد ربه بجميعا والعبادات مخلصا لله فيها وأن يأتي بها على الوجه الذي يسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والعبادة التي شرعها الله في قرآنه المجين أو شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة الصحية القولية أو العمليين فمن صرف جام منها لغير الله يكون مشركا لقوله تعالى وميدعم مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقوله وأن المساجد لله فلا تدعم الله أحدا فأحد جاءت نكرة في سياق النف تعم كل مخلوق رسولا كان أو ملكا أو صالح أول حدوث الشرك إذا ثبت هذا فأعلم أن أول ما حدث الشرك في قوم نوح ولما أرسل الله إليهم نوحا يدعوهم إلى عبادة لاوحدة وترك عبادة تلك الأصنام عاندوا وصروا على شركهم وقابلوا نوحا بالكفر والتكذيب وقالوا كما في القرآن الكريم لا تدرون آلهتكم ولا تدرون نودة ولا سوع ولا يغوث ويعوق ونسوا في الصحيح عن ابن عباس رضي الله ودعا عنهما في هذه لا يقال أسماء رجال صلحين من قوم نوح فلما هركوا أوحى الشيطان يا قوم نصبوا إلى مجلسهم التي كانوا جلسون أنصابا أي صوروهم على صور أولئك الصلحين وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت قال الحفظ بن القبر رحمه الله قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبرهم ثم صوروا تماثلهم ثم طال عليهم الأمل فعبدوا سبب الشرك الغلوف الصالحين ومن هنا نعلم أن الشرك إنما حدث في بني أذن بسبب الغلوف الصالحين ومعنى الغلوف الإفراد بالتعظيم بالقول والاعتقاد ولهذا قال الله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسؤول عيسى بن مريم رسول الله وكلمته يعني أي لا تفرط في تعظيم في تعظيم حتى ترفعه عن منزلته التي أنزل الله فتمزلوه المنزل التي لا تنبغي إلا الله ولهذا ورد الحديث الصحيح عن عمر بن خطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصرى عيسى بن مريم إنما أنا عبد فقلوا عبد الله ورسوله أي لا تتجاوزوا الحد في متحه فتنزلون فوق منزلتي التي أنزلني الله بها كما غلت النصارى في عيسى فدعوا فيه الألوهية ولكن هبا الجاهلون المحرفون إلا مخلفة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتكاب نهيه فانتقضوه أعظم مناقضة وضاهقوا النصارى في غلوهم وشركهم وبن القبع والمسجد على أضرحة الأولياء والصلاحين وصلوا فيها وإن كان لله لكن بقصد التعظيم للمقبورين وطافوا بقبورين واستغاثوا بهم في كشف الملمات وقضاء الحاجات وروا أن الصلاة في أضرحة الأولياء أفضل من الصلاة في المساجد وقد ورد في الحديث عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفيقا يطرح خميصا له على وجهه فإذا غتم بها كشفها فقال وهو كذلك لاعنى الله على اليهود والنصر اتخذ قبور أنبياء المساجد يحذر ما صنعه ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجده صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر وارحمه وتجاوز عما تعلم منك أنت الأعزل يقول الله عنده مفاتف الغيب لا يعلمها إلا وقال تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا وما تدري نفسه بأي أرض تموت إن الله عليم الخبير وقال تعالى مخبرا عن رسوله ولو كنت أعلم الغيبة لا استكثرت من الخير وما مسني السوء وقولي قل لا أعلم من في السماوات رأت الغيبة إلا الله وإذا علمتم أن الشركة حدث بسبب الغلوف الصالحين وأنه إنما جاءت الرسل من أوله من آخرهم يدعون العباد إلى إفراد الله من عباده لا إلى يثبت أنه خلقهم ونحوه إذا هم مقربون بذلك كما قررناه وكررناه ولذا قالوا أجيثنا لنعبد الله وحده وندر ما كان يعبد آباؤنا أسأل الله السلام وأن يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض وأن يجعل عملنا كله صلاحاً لوجهة خالصاً ويجعلنا من الموحدين المخلصين المخلصين يا رب العالمين اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم إن نسألك في الدنيا حسنة وفي الأخطة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وقنا عذاب النار رب العالمين اللهم وقنا عذاب النار اللهم قنا عذاب النوع اللهم قنا عذاب النوع